التصعيد بين طهران وتل أبيب تجاوز نطاق حرب غزة وحتى الصراع حول النفوذ الإقليمي وها هو يتجه نحو مواجهة قد ترسم شكل النظام الجديد في السرق الأوسط فهل تهدد هذه المواجهة بكتابة نهاية الحقبة الإيرانية الحالية هاني الحجاز يرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع وضت على مدار العام الماضي تحولت الاستراتيجية الإيرانية من مساعي استنزاف إسرائيل عبر وكلائها إلى الصبر الاستراتيجي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي إلى أن وصلت للردود المحسوبة أملا في إجبار إسرائيل على العودة إلى معادلة الردع السابقة والتي تضبط الولايات المتحدة إيقاعها استغلال نتنياهو لحظة الانتخابات الأمريكية المربكة لإدارة بايدن في كسر الخطوط الحمر وضع طهران في مأزق لتصبح وفق محللين أسيرة خيارات معقدة لا تهدد نفوذها في المنطقة فحسب بل تمس وضعها أيضا في المشهد الإقليمي الجديد فكيف ستتعامل إيران مع تلك التحديات؟ وهل تتنازل عن مكتسباتها الإقليمية للحفاظ على تمسك نظامها السياسي؟ ومتى تستعيد الإدارة الأمريكية قدرتها على ضبط إيقاع الصراع بين إيران وإسرائيل؟ من طهران أرحب بسيد محمد مهدي شريعة مدارة دبلوماسي الإيراني السابق والمستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في لبنان سابقا ومستشار سابق أيضا في مركز الدراسات الاستراتيجية في طهران وهو الخبير والباحث في الشؤون الإيرانية والإقليمية أهلا وسهلا بك إلى مع وضد ومن فاريس رحب بالباحث في الفلسفة السياسية في جامعة فاريس الدكتور رامي الخليفة العلي وهو الرجل الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة السياسية المعاصرة من جامعة ناتير والكاتب السياسي في صحيفة عكاذة السعودية ومؤلف كتاب تأثير الإعلام في الوعي العربي أهلا وسهلا بك إلى مع وضد الجميع يعلم أن نتحدث الضوء الإيراني الموصد قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفينا دعونا نتوقف مع هذا الاستعراض لأبرز التحالفات والجماعات التي تشكل أساس النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد محمد دعني أبدأ معك كسر نتنياهو لقواعد الردع مع إيران هل يضعها في مأزق أمام اختيار الحفاظ على الحلفاء أو الحفاظ على الجغرافية والنظام في إيران؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أود تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدين أولا أود أن أشير إلى نقطتين أنا للأسف لم أطلع ليست لدي شاشة الفاينال لذلك لم أطلع على التقرير الذي تم بثه وربما تكون هناك بعض الملاحظات لا يمكنني أن أطرحها لأنني لم أطلع عليها النقطة الثانية لست أدري لماذا جزء من الإعلام العربي على الأقل من اللاوعي في هذا الإعلام يتحدث عن نهاية الحقبة الإيرانية لماذا لا يتحدث عن نهاية الحقبة الإسرائيلية؟ أنا حقيقة هذا التساؤل ربت أن أطرحه في بداية هذا البرنامج لأنه ورد مصطلح من هذا النوع في مقدمتك أما بالنسبة للسؤال إيران بعد ما شهدته من حرب ظالمة استمرت ثماني سنوات وشارك فيها كل العالم وجزء من منطقتنا أيضا في دعم صدام حسين الذي شن هجومه على إيران وبعد ما شهدته من مؤامرات ومحاولات انقلاب عسكرية والحصار الأمريكي وما إلى ذلك عملت على بناء القوة وهذا من حق كل دولة وبناء تحالف في المنطقة وهو محور المقاومة المقاومة كانت موجودة في المنطقة لكن دخلت إيران إلى هذا المحور في التنسيق وفي التجهيز وفي التدريب هذا ما لا تنكره إيران وبهذين يعني العاملين استطاعت أن تتصدى لكل التهديدات التي تحيك بها حينما نقول تحيك بها نعني أن التهديدات التي تحيك بالجغرافيا الإيرانية وأيضا بمصالح إيران وأيضا بحلفاء إيران لا فرق بين ذلك لذلك إيران تدافع عن مصالحها عن أمنها القومي عن جغرافيتها وعن حلفائها في هذه المنطقة نعم سيد محمد فقط لأني أعطيتك الفرصة لتقول وجهة نظرك وربما اتهمتنا بعدم الوعي بشكل أو بآخر ولكن أريد أن أقول لك نحن اليوم عندما نناقش هذه الموضوعات نناقشها من كافة الأطراف ربما في برامج أخرى وفي حلقات أخرى ناقشنا تأثير ذلك على إسرائيل لا عفوا أنا لم أتهم كأنا أبدا هذا يعني ليس صحيحا مصطلح مصطلح اللاوعي لا يعني عدم الوعي هذا مصطلح سايكولوجي معروف ربما حضرتك لا تعرفه ولم أنا حتى لم أوجه هذا المصطلح لك قلت بعض الإعلام العربي وقد يكون منبثقا من اللاوعي بالعكس هذا هو فيه شيء من المدح يعني لم يكن عن وعي وإنما يصدر من اللاوعي واللاوعي ليس عدم الوعي اقتضى التنبيه أرجو مراجعة هذا المصطلح بعد انتهاء البرنامج حتى تبطل على مفهومه جيدا ألا كدأني سأراجع ولكن أيضا انتهى لم تذكر الإعلام في العموم قلت أنت كما ذكرت في مقدمتك لذلك أريد أن أقول لك اسمح لي قبل أن تقل لضيفي بأننا نحن ناقش ذلك أعمل فيديو تشيك أعمل فيديو تشيك سنعمل ذلك ولكن أريد أن أقول لك أعمل فيديو تشيك أنا قلت بعض الإعلام العربي طيب وكما ذكرت أنت في مقدمتك ذكرت لي لكن أريد أن أقول لك فقط اليوم نحن أسمح لي حتى لا نضيع الوقت في هذه الجزئية أرجو إعادة المقطع سنراجعها ولكن أريد أن أقول لك نناقش ذلك ليس في مسألة لا وعي أريد أن أقول لك لأننا اليوم أمام واقع الذرع إيران التي اكتسبت من خلالها نفوذ في المنطقة اليوم يسقط قادتها تباعا من خلال إسرائيل لذلك يحق لنا أن نناقش مثل هذه المواضيع أريد أن أسألك سيد رامي اليوم بينما يترقب الجميع مسألة الرد الإسرائيلي الحرص الثوري الإيراني يقول بأن هناك كثير من السيناريوهات يضعها للتعامل مع هذا الرد السؤال وفق ما رأيناه من طهران التي عندما استهدفت تل أبيب جاءت استهدفاته بطريقة غير مؤثرة ولكن فقط بوصول إلى تل أبيب هل اليوم بالفعل طهران تستطيع مجارات رد كبير وقاسي كما يقول الإسرائيليون إنتم أهلا بك هاني تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام في الحقيقة باعتقادي بأن الرد الإسرائيلي سوف يقف عن الرد الإيراني إذا ما حدث هناك هجوم إسرائيلي واسع النطاق عند حدود عدم تصعيد إيران من الواضح تماما أنها منذ بداية أحداث السبع من أكتوبر وحتى الآن وهي غير معنية بالتصعيد المباشر مع الجانب الإسرائيلي لأن الهدف الأساسي ولا في مرة من المرات كان إسرائيل إسرائيل لم تكن الهدف على الإطلاق كان الهدف هو دول المنطقة والهيمنة على دول المنطقة يقول ضيفك بأنه في العقل اللا واعي لا في العقل الواعي يا سيدي عندما تقول إيران بأنها تحتل أربعة عواصب عربية هذا شيء واعي وملبوس عندما تعمد إيران إلى تحويل الدول العربية التي تتدخل فيها إلى دول فاشلة هذا شيء واعي وملبوس عندما تساهم إيران في خرق السيادة للدول العربية هذا واعي وهذا نلبسه لمس اليد عندما تعمد إيران إلى اختلاق سيادة الدول ما معنى هاني ما معنى أن تقوم إيران بدعم حزب الله بالسلاح والمال والتنظيم دون المرور بالدولة اللبنانية هل إيران تقبل ذلك؟ هل إيران تقبل أن تكون هناك دولة تدعم جماعة موجودة على الأرض الإيرانية تدعمها بالسلاح وتدعمها بالمال وهذه الجماعة هي التي تحدد الحرب والسلاب؟ نعم هذا كله أمر واعي هذا ليس لا واعي هناك مشروع إسرائيلي نعرفه وهو خطير ونحاربه ونعارضه ولكن هناك مشروع إيراني هو الأكثر خطورة على المنطقة هو الأكثر خطورة على الدول المنطقة ما الذي استخدمته إيران في المنطقة؟ استخدمت القتل والتهجير في ديالة وصلاح الدين ونينوة في دير الزور والإخصير وتدبر في البادية السورية في محيط دمشق ما الذي قامت به إيران؟ قامت به التأجير وقامت به التغيير الديمغرافي ما الذي قامت به إيران؟ قامت بحرب إبادة حرب إبادة في مضايا حرب إبادة في القصير حرب إبادة في سوريا راح ضحيتها ليس ألف وليس ألفين عشرات ومئات الآلاف يقول بأن العدو هو إسرائيل العدو لم يكن إسرائيل العدو كان دوما هي الدول العربية هو يريد حربا مضبوطة ويريد إيقاع مضبوط ما بينه وبين إسرائيل ولكنه يريد الهيمنة على المنطقة يريد احتلال هذه المنطقة. ليس أنا من يقول بأنها تحتل عربعة عواصم عربية. الحرس الثوري هو الذي يقول. وبالتالي عن عقل واعي نحن ندرك بأن المشروع الإيراني هو مشروع خطير للغاية. وبأن إيران تمثل خطرا. لا يقل عن الخطر الإسرائيلي. بل هو يفوق الخطر الإسرائيلي. بكثير. لأنها تريد احتلال. ليس فقط احتلال بالسلاح. ولكن احتلال استيطاني. تمزيق طائفي. تمزيق سكاني. تحويل الدول التي توجد فيها إيران إلى دول فاشلة. وبالتالي هناك وعي بالخطورة. وبالتالي. نقطة أخيرة سمحت لي. ما يحيط بالنموذج الإيراني والمشروع الإيراني هو وعي سكان المنطقة. بأن هذا المشروع هو مشروع خطير. وبأن كل ما تقوم فيه إيران هو في وعي المجتمع العربي. وفي وعي الشعوب العربية. طيب. سيد محمد. بعض المؤشرات في العام الماضي التي وقفنا عليها. وكأنها كانت تشير إلى أن طهران كانت تريد أن تفتح باب خلفي من أجل تقارب مع واشنطن بشكل أو باخر. وبعض التسويات التي تتم. اليوم عندما ننظر لأن واشنطن غير قادرة على ضبط إيقاع إسرائيل بدرجة 100%. هل ثبت عند إيران بأن مثل هذه النظرة الإيرانية أثبتت عدم جدواها؟ أولاً أنا لا بد لي من أن نشير إلى بعض النقاط. طبعاً ضيفك من فرنسا كرر الأسطوانة التي نسمعها منذ 45 سنة من منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران. لحد الآن ولم تؤدي هذه الأسطوانة إلا تغيير إيجابي في الرأي العام العربي والإسلامي لصالح مفهوم وقواء المقاومة. إذا كانت طريقة إيران في الرد على الكيان الصهيوني غير مؤثرة لماذا كل هذه الضجة؟ ولماذا التهديدات بالرد على الرد؟ ولماذا الاتصالات بين القادة الصهينة وبين القادة الأمريكان؟ ولماذا كل هذا الذي نشهده اليوم؟ لا أريد أن أدخل إلى التفاصيل إذا كان غير مؤثر النقطة الثانية عدم التصعيد من قبل إيران كان يدل على حكمة إيران في التعامل مع الملفات في الإقليم الجهة الوحيدة التي تريد اتساع رقعة الحرب وشن حرب مفتوحة تشمل كل المنطقة هي الكيان الإسرائيلي بل مجموعة شرذمة نيتانياو وإيران لم ولن تعطي هذه الفرصة حينما كانت إيران لا ترد هؤلاء كانوا يقولون لماذا لا ترد ولماذا الصبر الاستراتيجي ولماذا تركت إيران حلفائها ولماذا 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 وحين ترد يقولون الرد كان غير مؤثر وإيران لا تريد التصعيد لأن ذلك باتفاق مع الطرف الأمريكي وما إلى ذلك على الأقل نسقوا خطابكم ليكون خطابا واضحا وموحدا ومفهوما للجمهور بالنسبة لبعض ما قيل ضمن هذه الإسطوانة أن إيران تريد أن تسيطر على أربع عواصم عربية هذا لم يقل من قبل أي مسؤول إيراني مطلقا هذا كذب وافتراء وأتحدى من يقوله أن يأتي لنا بدليل واحد أو بمصدر واحد يقول أن الجهة المعنية مثلا الجهات الرسمية أو الشخصيات الرسمية أو المسؤولون الرسميون في إيران قالوا ذلك هذه الأكذوبة تتكرر في الإعلام فقط للتأثير على الرأي العام والنتيجة هي عكسية نعم طبعا موضوع اختراق السيادة للدول وحزب الله ليس جماعة حزب الله جزء من النسيج الاجتماعي ومتواجد في الحكومة وفي البرلمان والمقاومة مصطلح المقاومة ورد في كل البيانات الوزارية في الجمهورية اللبنانية جزء مهم من الحالة الدستورية في لبنان أي يمكن أن نتحدث وأن نبسط الأمور لا يمكن أن نضحك على عقول الناس وأترك بقية الأمور طبعا أستغرب أن يقال أن إيران أخطر من إسرائيل وإسرائيل هي العدو المعلن منذ عشرات السنين زرعة في هذه المنطقة للحيلون طيب واضح سيد محمد تحقق أي نهضة عربية أما بالنسبة لسؤالك أرد على سؤالك أو لا؟ تفضل لا أرد ولكن بشكل سريع لو سمحت يعني ضيفك طرح مجموعة من النقاط أنا اخترت منها بعض النقاط لم أرد على كل هذه النقاط يمكن أن لا تطرح هذه النقاط حتى لا يكون لي حق الرد أما بالنسبة لموضوع المفاوضات مع الجانب الأمريكي أولاً إيران لم ترفض التفاوض مع أي جهة باستثناء الكيان الإسرائيلي والرسائل المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد عملية اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية كانت على الأقل ثلاث رسائل حسب علمي ربما تكون أكثر وجهت من قبل الإدارة الأمريكية إلى إيران هذا ليس أمراً جديداً لكن إيران لم ترضخ للشروط الأمريكية وأعلنت أنها لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية لن تتفاوض على مسألة دفاعها عن القضايا العادلة أو على رأسها قضية فلسطين نعم نعم في الملف النووي تفاوضت بشكل غير مباشر مع الإدارة الأمريكية لكن مسارات التفاوض مع الإدارة الأمريكية لا علاقة لها بما يجري في المنطقة الإدارة الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن ترضع الكيان الصهيوني عن الاستمرار في جرائمه إذا كانت العلاق المتحدة الأمريكية تريد حقاً عدم انتشار الحرب في هذه المنطقة عليها أن تقف بوجه الجرائم الإسرائيلية هذا هو الحل الوحيد وإيران لا تساوم على ذلك سيد رامي ضيفي من طهران يقول بأن هذه مسألة تفاوض ربما لا تسعى إيران من خلالها لأن يكون هناك مسألة في إمكانية لتسوية كثير من النزاعات أريد إجابة على ذلك وأيضاً أعطيك الفرصة لإن كنت سترد على بعض مقالة وظيفي من طهران حتى أكون متوازن معكم في الحقيقة بالنسبة لمسألة التفاوض مع الجانب الأمريكي هذا كان على الدوام وبالتالي الجانب الإيراني لم يريد أبداً حرباً مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي وهو لا يريد وهو يعلن ذلك أصلاً وبالتالي إيران لا تقاتل بنفسها مع الجانب الأمريكي أو مع الجانب الإسرائيلي وإنما تستخدم قفازات في المنطقة المليشيات قامت بإعدادها أما مسألة أن إيران تحتل أربعة عواصم عربية أولاً هذا التصريح جاء على الإنسان ضابط في الحرس الثوري وعداء ذلك هي بالفعل تحتل ذلك من يوجد الآن في اليمن غير صحيح غير صحيح مطلقاً كذب كذب هذا من يوجد أنت الكذاب غير صحيح هذا لم يأتي أي قاس ولا تتلفظ بألفاظ غير مناسبة سيد محمد سيد محمد تناقش سيد محمد سيد رامي اسمحالي لو سمحتم لو سمحتم لو سمحت سيد محمد أنا أعطيتك الفرصة منذ البداية لتقول رأيك كما هو ولا مقاطعك حتى أرجوك الألفاظ والاتهامات لا نريدها أن تكون موجودة قل رأيك سأعطيتك المجال لا إذا يقول أن هذا قاله ضابط في الحرس الثوري عليه أن يذكر اسمه ويذكر المصدر طيب سيد رامي قال إن قاله ضابط وأيضا الواقع يقول ذلك إن ضابطا في الحرس الثوري قال ذلك هذا لا يكفي سيد محمد أنت تريد أن تقاطعني من البداية لا لا الواقع موضوع آخر هو يتحدث عن الواقع قال تصريح أن تكون هناك تصريحات من قبل مسؤولين إيرانيين واضح واضح إجعل السيد رامي يكمل لا هو قال تصريح لضابط في الحرس الثوري هذا غير موجود وكذب طيب سيد رامي الله إنك كذاب لو سمحت سيد رامي لو سمحت لو سمحت تفضل هذا هو الأسلوب الإيراني القميء والأسلوب التقية الذي يستخدمونه من يوجد الآن في صنعاء أليس الجماعة تابعة لإيران من يوجد في بغداد من يحرك الحكومة العراقية أليس الحشد الشعبي والميليشيات الولائية التي تتبع لإيران من هو دولة لبنان الحقيقية هي دولة حزب الله قبل مقتل نصر الله وربما حتى الآن وهم الذين يتحكمون بالحكومة اللبنانية من يوجد في محيط دمشق من هي الميليشيات الموجودة والتي تتحكم في دمشق والتي تدخل إلى حرس إلى القصر الجمهوري لكي تعتقلون الشبل أليست هي ميليشيات إيرانية بغض نظر حتى عن من يقول أليس هؤلاء يحتلون تلك العواصل أليس يتخذون قرار السلم الحرب أسألك الآن وأسأل ضيفك من هو الذي قرر في لبنان الحرب ضد إسرائيل هل قررت الحكومة اللبنانية؟ الحكومة اللبنانية اليوم رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي يقول بأن هدف الحكومة هو وقف الحرب مع إسرائيل ألم يقرر مسألة الحرب والسلم حزب الله بالنيابة عن لبنان لبنان تحول إلى دويلة في دولة حزب الله الحزب الله واصدة العقد في النفوذ والنموذج الإيراني الموجود في المنطقة إيران هاني تكرس نموذجا في المنطقة. يعتمد على الميليشيات ولا يعتمد على الدولة. يحول الدول إلى الدول فاشلة. ليس لديها قرار. وإيران تأمر أتباعها في المنطقة. هي لا تتعامل مع الحكومات. هم لا يمرون بالحكومات. بالمناسبة الضابط في الحرس الثوري الذي قتل مع حسد نصر الله. لم يمر إبرا جزة الدولة اللبنانية. دولة لبنانية لا تعرف عنهم. أصلا من يأتي بالحرس الثوري من يأتي من الحرس الثوري إلى لبنان الذي يراد تعليمه على المنطقة طيب اسمحوا لي أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير بالتأكيد سنحاول أن نناقش بعده إيران وإسرائيل وهذه المواجهة المؤجلة إلى مع وضيد أهلا بكم مرة أخرى نجحت الاستراتيجية الإيرانية في توظيف بعض الأحداث السياسية في الشرق الأوسط في زيادة نفوذها الإقليمي مثل الغزو الأمريكي للعراق أو حتى الحرب الأهلية في سوريا دعونا نستعرض أبرز المحطات الفارقة في تاريخ إيران منذ الإطاحة بحكم الشاه في العام 1979 وصولا إلى الحرب على غزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيد محمد بالتأكيد بغض النظر عن ما ورد في هذا التقرير لأنك كما ذكرت لا تشاهد التقارير التي نعرضها أريد أن أسألك ماذا يعني أن تخسر طهران حزب الله في لبنان أولا كذلك هناك بعض النقاط أن أقولها قبل الرذي على سؤالك الكريم يعني جيد أن نتراجع عن موقف نقل قول لضابط في الحراس الثوري المزعوم لنطرح أن الواقع يقول ذلك هذا يعني هذا التراجع جيد بمحله هؤلاء هذا رد على ما كنت تتحدث عنه أنت تبتعد عن الموضوع الذي تركز على نقطة واحدة وهذه هي عادة إيران في التقية لا أنا لا أبتعد عن الموضوع أنا تحدث في صلب الموضوع أنت قلت نقلت عن ضابط في الحراس الثوري وحينما وما زال هذا النقل موجود والبدهات موجودة لا هذا هو الواقع الموجود لم أقل ما لم تقل طيب وهذا هو الواقع هذا هو الواقع وهذا هو ما تصرح نبيه هذا ما تصرح نبيه سيد محمد سيد محمد لا أتحدث عن هذا البرنامج سوف أرسله لا نريد أن نقف عند هذه النقطة أرجو أن ترد بسرعة وأنا أكفل لك هذا الحق وأريد أن تجيب على أسئلتي لا لأنه يطرح يطرح أشياء لا حقيقة لها ومن حقي أن أرد عليها نعم تفضل لا تجاوز هذه النقطة إذا سمعت إذا كنت لا أرد عليها يمكن لك أن لا تدعوني أو تقول لضيفك أن لا يتحدث بأمور لا واقع له لن أصل مرحل أن يوجه الضيب بكلام سيد محمد وبالتأكيد نحن استضفناك لنسمع وجات نظرك في كل ذلك فتفضل شكرا أما تم الحديث عن الحكومة اللبنانية والشرعية اللبنانية وهذا أمر دقيق وجيد لكن الجهة الوحيدة التي تمثل اليوم الشرعية وحالة الدستورية في لبنان هي البرلمان ليس إلا لا رئاسة ولا حكومة ولعلم ضيفك الكريم في باريس في فرنسا حكومة تصريف الأعمال أساسا لا يحق لها اتخاذ القرار في الحرب والسلم مطلقا ليس في لبنان في أي مكان آخر بل لا يحق لها دستوريا تتخذ قرارات حاسمة مطلقا فقط لتصريف الأعمال ولذلك حينما يتحدث عن الرئيس ميقاتي حينما يتحدث إذا أراد أن يقاطعني أنا يمكن أن أنسح ابن البرنامج وأترك المجال كله أنت أيضا قاطعته في نقطة ولم يقل بني سيد رحمي اسمح لي فقط ليكمل وجهة نظره من أول برنامج هو ينسح ابن لا أنا قاطعته لأنه نقل شيئا لأنه نقل قولا عن الإعلام وهذا القول هو كاذب وقلت أنه ربما لا يعرف أن هذا كذب فإقتضى التنويه أما ما نقل اليوم تصريح اليوم للرئيس ميقاتي التصريح اليوم للرئيس ميقاتي كان في تطبيق القرار 1701 ولم يتحدث عن الحرب والسلم تطبيق القرار 1701 1701 أول من يعارضه هو الكيان الإسرائيلي هذا أولا ثانيا إذا كان إذا كنا نتحدث عن السيادة في لبنان أين كان هؤلاء الذين يدافعون عن السيادة في لبنان حينما اجتاز الكيان الإسرائيلي بكل وقاحة كل الأراضي اللبنانية وارتكب كل هذه الجرائم هناك ليست سيادة فقط حينما تدعم إيران المقاومة الإسلامية في لبنان هنا تكمن السيادة المقاومة في لبنان ليست هي فقط المقاومة الإسلامية وحزب الله أنت تتذكر الأحزاب الوطنية اللبنانية التي كانت تقاوم إسرائيل وتقاوم الكتائب في الداخل المقاومة الفلسطينية التي كانت هناك الكثير من مدى على مدى التاريخ لبنان لا يمكن لنا أن نتحدث عن سيادة وكل الأراضي والأجواء اللبنانية لا يمكن لنا أن نتحدث عن سيادة وما نريد أن نصل إليه سيد محمد في آخر هذه الحلقة أسمح لي سيد محمد أن أعطيتك المجال أنا لن أتطرق أن تسمح لي أن أكمل جملة ثم تفضل لا يحق لأحد أن يتحدث عن السيادة وكل السيادة اللبنانية مخترقة من قبل العدو الإسرائيلي ما هذا الكلام؟ هناك عدو إسرائيلي يخترق حتى قبل حزب الله ألم يكن العدو الإسرائيلي يخترق السيادة اللبنانية ويجتاز الأراضي اللبنانية قبل حزب الله؟ ألم يكن الجيش اللبنان الجنوبي التابع لأنطوان لحد وسعد حداد؟ ألم يحتل الكيان الإسرائيلي القرى الجنوبية منذ 78 وتم تحريرها من قبل حزب الله في سنة 2000؟ ألم يكن الاشتياح الإسرائيلي في 1982 ولم يكن حزب الله؟ ما هذا الكلام؟ حزب الله جاء للتصدي لهذه الاشتياحات ولكسر السيادة اللبنانية أما بالنسبة لي سؤالي لم تجبني عليه بعد كل هذا اسمح لي فقط أريد أن أذهب للسيد رامي وسأعود إليك سأعود إليك في هذه النقطة لأنه للوقت بدأ أدركنا سأذهب للسيد رامي وسأعود إليك أريد أن أجيب على سؤالك يا سيد محمد أريد أن أجيب على سؤالك أريد أن أجيب على سؤالك من قال أننا خسرنا؟ من قال أن لبنان خسر حزب الله؟ حزب الله ما زال مقاوماً صامداً قوياً في الميدان والدليل على ذلك أنه من الناقورة إلى المطلة وخيام مروراً بمارون وبالعديسة وببوابة فاطمة وبكل هذه بلادة بلادة التي كانت محتلة من منذ 78 كل هذه القرى كم شهدت هذه القرى الجنوبية خلال الأسبوع المفائت محاولات للكيان الإسرائيلي للدخول في الأراضي اللبنانية ولم يترك حزب الله ما زال طبعاً على اللبنانيين أن يردوا علىها واضح وجهة نظرة لكن أنا تكثيري أن حزب الله ما زال قوياً في الميدان ويتصدى للجرائم الإسرائيلية طيب سيد رامي المندوبة الأمريكي في مجلس الأمن شارك ملامح خطة تهدف إلى تجريد حزب الله من السلاح وفق كل المعطيات وفق أيضاً التاريخ اللبناني إلى أي مدى هذه الخطة قد تكون ناجعة أو حتى وقعية الحقيقة بالمناسبة حزب الله نفسه هو وافق على هذا التجريد لأن حزب الله هو وافق على القرار 17-01 وهذا القرار في البند الثامن يدعو إلى تطبيق القرار 1559 والقرار 1959 يدعو إلى نزع السلاح من كافة الميليشيات بما فيها حزب الله كما أن القرار 17-01 يدعو إلى تطبيق مقرارات مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان ومقرارات الطائف تدعو إلى نزع السلاح من كافة الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وبالتالي حزب الله ومن رأيه إيران الكل يكذب في هذا الإطار هم لا يوافقون على هذا القرار أصلا لأن سلاح حزب الله ليس مخصصا لإسرائيل نعم الآن في هذه الجولة وفي جنوب لبنان يستخدم لخلق التوازن مع إسرائيل ولكن حزب الله لم نفهم وافق حزب الله ولم يوافق لكي يكون رأس حرب وافقة وافقة إذا كنت لا تدرك العربية جيدا فأرجو أن تدرس قليلا من العربية وافق حزب الله على القرار 17 سفر واحد لأن القرار كان يدعو منذ عام 2006 إلى نزع السلاح من ميليشيات حزب الله لكنك قلت بعد ذلك أنه لم يوافق وبالتالي لم يوافق على تطبيقه ولكن مفقا لوقف الحرب 2006 وافق على القرار 17 سفر واحد كيف توقفت الحرب كيف توقفت الحرب كيف توقفت الحرب أنت لا تدرك اللغة العربية لا أتناقش معك أنا أوجه كلامي إلى الجمهور أنا أريد أن أسألك سؤالا اسمح لي فقط أنا لا أريد أن أراقشك أريد أن أطرح سؤالا سيد محمد اسمح لي فقط اسمح لي فقط حتى أنهي جوابي لا أطرح سؤالا أطرح سؤالك اسمح لي فقط أطرح عليه سيد رامي أكمل أرجوك تتحدث بلغة لائقة أرجوك تتحدث بلغة لائقة ما تتحدث بهذه اللغة انظر من يتحدث عن اللغة اللائقة اسمح سيد رامي تفضل القرار 1701 يدعو إلى نزع السلاح من كافة الميليشيات بما فيها ميليشيات حزب الله هذه النقطة النقطة الثانية ليست إيران من تحدث طبيعة الأنظمة السياسية ومن الذي يمثل الشرعية هل البرلمان بالفعل هل البرلمان اللبناني إذا افترضنا أن البرلمان هو صاحب القرار يعني أن نبيه بري هو صاحب القرار هل دعا إلى الحرب مع إسرائيل هل دعا إلى حرب الإسناد التي دخلها حصر النصر الله ولكن كان ذلك بدعب من إيران وإيران هي التي تحدث واضح وجهة نظرك أما بالنسبة لنزع سلاح حزب الله فهذا باعتقادي أنه لن يمر إلا باشتياح إسرائيلي والدخول في مستنقع لأن حزب الله أهميته بالنسبة لإيران ليس في مواجهة إسرائيل ولكن في مواجهة شعوب المنطقة وبالتالي سوف تدافع عنه والآن كما تعلم كان هناك زيارة لرئيس البرلمان الإيراني من أجل محاولة إعادة تنظيم حزب الله باعتباره ذراعا إيرانية وليس ذراعا للمقاومة كل هذا كذب حزب الله يمثل ذراعا إيرانيا للهيمنة على المنطقة يتدخل في سوريا واليمن والعراق وفي كل الشرق الأوسط سيد رامي واضح وجهة نظرك كوريد مشاهدين الكرام نذهب إلى أفاصل أخير نناقش من بعده مآلات المشهد الأقليبي في ظل استمرار هذا التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى مع وضد أهلا بكم وإلى هذا الجزء الأخير قبل أن أعود لضيفي يريد أن نقرأ لكم مقالا من مجلة المجلة للأكاديبي اللبناني خطار أبو دياب والذي عنونه بعنوان هل يشهد الشرق الأوسط بدأ أفول الحكبة الإيرانية الراهنة من متن المقال نقرأ عليكم إن إيران التي وضعت في قائمة أولوياتها حماية النظام وحماية برنامجها النووي والحفاظ على محورها وأهم ركائزه حزب الله تجد نفسها أمام تحدي في تشكيل مشهد جديد وهكذا ينظر في إيران إلى الحرب الحالية على أنها حرب تدور رحاها حول النظام المستقبلي للإقليم وبالتالي فالمهم بالنسبة إلى طهران هو ترسيخ منجزاتها ومنع مس برنامجها النووي وتمريره نحو خاتمة في ظل حرب الاستنزاف ضد إسرائيل ويضيف أبو دياب في مقاله لكن الرد الإسرائيلي المنتظر مهما كانت طبيعته ومهما كان حجمه سيزيد من خطر المواجهة المباشرة بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في المنطقة وأياً ما كانت تحفظات واشنطن المنهمكة في انتخاباتها وأياً ما تكون انتقادات بعض العواصم الغربية تندرج المعركة في سياق أبعد ويبدو أن القوى الغربية متفقة على مقاربة مختلفة لإيران ودورها الإقليمي وباشرة سيد محمد يعني أريد أن أسألك عن عموم هذا الطرح بقي معي لو سمحت لي دقيقتين ونصف بالكثير سأعطيها لك اليوم هل وفق كل المعطيات ووفق السياسة التي أنت قلت بأنها سياسة الحكمة التي تنتهجها طهران هل بالفعل ستتأثر طهران ستفقد أذرعها في المنطقة ومن ضمنها أهم الأذرع دراعها العسكر الكبير حزب الله وبالتالي تتأثر في وضعها ونفوذها في الإقليم أولاً أنا لا أمثل أي جهة رسمية في إيران ولذلك حينما أتحدث عن لبنان أتحدث كخبير في أشئون اللبنانية نعم نعرف ذلك نسألك عن تحليل القرار 7-0-1 هو القرار الأممي الوحيد القرار 17-0-1 هو القرار الأممي الوحيد الذي تغير بضغط من الميدان هذا ليكون واضحاً هناك تفصيل يمكنني أن أتحدث عنه هذا القرار يتضمن أيضاً ضمن ما يتضمن تراجع القوات الإسرائيلية إلى كيلومترات خلف حدود فلسطين المحتلة الشمالية أو حدود لبنان الجنوبية هل إسرائيل مستعدة لتطبيق ذلك؟ بل الأكثر من ذلك من الذي الذي يتحدث عن تطبيق القرارات نعم أهلاً وسهلاً لتطبيق كل الجهات في المنطقة بقي معي أقل من دقيقة فقط أريدك أن تجاوب أنت تقطعني وتأخذ وقتي لا تجاوب سيد محمد على أي سؤال وأنت أخذت هذا طيب تفضل بقي نصف دقيقة معك كل القرارات تطبيق كل القرارات بعد تطبيق كل القرارات يمكن المطالبة بتطبيق أي قرار آخر النقطة الأولى النقطة الثانية البرلمان اللبناني أو أي جهة دستورية في لبنان لا يمكنها اتقاذ أي قرار إذا لم يكن مكون من المكونات اللبنانية حاضرا وموافقا لذلك أساسا لا يمكن اتخاذ قرار ضد المقاومة بوجود المكون المقاومة هذا لا يتعلق لا بالحرب الجارية ولا بالأحداث الجارية هذه هي الحالة الدستورية في لبنان النقطة الثانية رئيس البرلمان الإيراني لا دور له ولا شأن له في الميدان وفي حزب الله وفي كل ما يريد وهو الذي جاء اسمح لي جاء ليؤكد دعم إيران المطلق لحزب الله بالتأكيد وقال صراحة أريد أن أذهب لسيد رامي اسمح لي انتهى وقتي سيد رامي ربما أخيرا أريد أن أسر لا لا قال لا لا اسمح لي قال الدولة اللبنانية والشعب اللبناني قال الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية نعم هذا واضح نعم لا تحذف مفردتين وتقول المفرد الثالث قارن الدولة بحزب الله الدولة اللبنانية والشعب اللقناني والمقاومة سيد محمد أعطيتك الوقت سيد رامي أخيرا عندما نتحدث عن هذه الحقبة وكل هذه التطورات هل بالفعل إيران اليوم تشعر بأنها عندما فقدت حزب الله وهو أهم ذرعها العسكرية في المنطقة بأنها تواجه مصير ربما يكون مختلف وهذا قد يضغط على موضوع ما يقول وظيفي من طهران الحكمة الاستراتيجية التي تتعامل معها في الموقف في العيق هناك ثلاثة تحديات تواجه النظام الإيراني أولا التحدي الداخلي طبعا هناك أزمة يعيشها النظام والثورات المتكررة من الثورة الخضراء وما بعدها هي دليل على ضعف النظام وعلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحقوقية في إيران في المنطقة هناك رفض من شعوب المنطقة للسياسة الإيرانية للهيمنة الإيرانية لسياسات القتل والإبادة في المنطقة وثالثا التحدي الدولي وهناك كما تعلم الآن صراع ما بين المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي بالمناسبة شعوب المنطقة ليست جزءا من هذا الصراع عندما ينقص النفوذ الإسرائيلي يزداد النفوذ الإيراني ولا خير في الاثنين وبالتالي عندما يتحدث عن المقاومة المقاومة لصالح إحلال النفوذ الإيراني محل أي نفوذ إسرائيلي وهذا الأمر باتت تدركه الشعوب العربية التي لا تنطلي عليها مقولات المقاومة التي يتم التذرع بها المقاومة لدى إيران هو فرض هيمنتها المقاومة هي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية ليس إلا المقاومة هي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية في المنطقة المقاومة هي لمواجهة الجرائم الإيرانية الجرائم الإيرانية لا تقل بشعة عن الجرائم الإسرائيلية كلاهما يمثلان إبادة لشعوب المنطقة شكرا جزيلا لك الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة فاريس السيد رامي الخليفة العلي من طهران الدبلوماسي والإيراني السابق والخبير في الشؤون الإيرانية السيد محمد مهدي شريعة مدار شكرا جزيلا أيضا لك شكر لكم مشاهدين الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من مع وضد في أمان الله اشتركوا في القناة